زي ما قلت محمد امبارح حقق النادي الاهلي فوس كبير على فريق سيراميكا كيلو فترا بخمس اهداف مقابل هدفين وده ضمن رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ايضا تعادل الاسماعيلي مع غزل المحل سلبيا اما المحترفين المصريين في اوروبا احنا شفنا امبارح مبارات لعبوها بتقلق كبير طبعا على رأسهم صلاح قاد ليفر بول الفوز على برايتن واحتلال صدارة الدوري الانجليزي كمان مرموش حقق فوز مع فريقه انتراخت فرانكفورت على بخم وتتوج بجائزة رجل المباراة ومان اوف دي ماتش وشارك محمد عبد المنعم بعد فوز فريقه نيس الفرنسي على استاد براست بهدف كبير خلينا نتابع التفاصيل عن المباراة دي مع النقد والمحل الرياضي عيزي كلاوي اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا عزي صباح الفل عليك وصباح الخير يا مصر صباح الفل خلينا نبتدي على طول الاول بالاهلي مبارح والدوري المصري شفت مبارح ازاي فوز الاهلي الكبير على سراميكا اللي خبطة كانت فين اللي عملت فرق كبير قوي في الاحذار طبعا نتيجة كبيرة معنويات عالية للاهلي بعد مباراة العين والنتيجة الكبيرة والاداء الكبير 3-0 فطبيعي ان الاهلي كان نازل بمعنويات كبيرة وعايز يفرد سيطرته من اول دي خلينا اقولك ان بعد المباراة في المؤتمر الصحفي مارسل كولر وصف الشوت الاول وانا شايف ان ده احسن وصفي ممكن يتقال انه هو اسوأ شوت اداره للاهلي او اسوأ شوت اداره للنادي الاهلي في مشواره احنا بنتكلم في ان انت راجع من بطولة عنواتك عالية جدا فطبيعي ان انت تنزل تعمل كل حاجة في الملعب وبالفعل انت نزلت سجلت هدف مبكر فخلاص كل حاجة بقيت متاحة ان انت تسجل تاني وتالت وزي ما نقول تبقى حفلة يعني وسكور كبير ولكن فجأة منكتشف ان الاهلي مش موجود غياب كثير جدا لبعض اللعيبة امام عشور لغز انت برضو مش قادر تستغله خلينا اقولك ان احيانا امكانيات اللاعب بتخلي المدير الفني يطمع ان انا اقدر استغله في كل حتة هو لعيب امكاناته كبيرة ولكن امام بقى مشتت انا في ماتش سراميكا في السوبر بلعبه وينج رايت في ماتش الزمالك بلعبه عشرة بلاي ميكر في ماتش امبارح برضو في سراميكا بلعب بلاي ميكر ولكن هو في الاساس هو بلعب رقم تمانية مركز تمانية يبقى احسن نسخة لامام عشور نقدر نشوفها مع النادي الاهلي هي كانت نسخة الشوت التاني في مباراة سراميكا امبارح بعدما رجع مكانه ونزل بلاي ميكر محمد ماجد افشا اللي كان كلمة السر يعني كولر صحح اخطاءه في الشوت التاني مليون في المية مع العلم امبال الاشتراك مع بعض اخطاء كابتن ايمان رمادي ايمان رمادي عمل شوت اول هايل ولكن مفيش فريق في العالم يقدر يطبق ضغط 90 دقيقة وخاصة انت بتلاعي فريق كبير زي النادي الاهلي انت لما تطبق ضغط طول الشوت الاول فاكيد اللعيبة استنفازت بدنيا بقى الوضع صعب بتفضل تكمله في الشوت التاني مع تصحيح بعض الاخطاء للنادي الاهلي في الشوت التاني فالنتيجة كانت في اول كرة في الشوت التاني هدف بعدها بدأتين الهدف الرابع خلاص الموضوع بقى سهد رجع رجع بالزبط خلينا بس نقول ان بعض الاسماء اللي كانت غيبة تماما في الشوت الاول عن النادي الاهلي اولهم كوكا اللي واضح انه كان بدنيا مرهق جدا بعد احنا بنتكلم برضو الاهلي بادي الموسم سخنة اول مفيش نفس سوبر فريق في سوبر محلي في غمبارات انتركنتيننتل في بداية دوري كل ده انا مطالب بان انا حقق كل حاجة وانها طبعا جميل النادي الاهلي ما بترضيش بأي حاجة لازم البطولة ولازم اللقب فطبيعي ان انا ابدأ اخسر لعيبة او لعيبة تقع مني بدنيا وهي الاسه ما وصلتش طب فور من بداية الموسم فاحنا نتكلم ان لازم الاهلي يكون في بديل وهي دي مستناد الاهلي احنا نتكلم في قائمة فيها تشكيلة وتشكيلة تانية وتشكيلة تالتة انت الاهلي عنده عناصر كتير جدا تقدر تساعده في الحتة دي لازم نشيد بدور مهم جدا هو محمد شناوي لولا محمد شناوي في الشوت الاول كان ممكن الشوت الاول يخرج ثلاثة اربعة للسراميكا احنا نتكلم في مفردين تمين بيه بالمرمى بيقدر يتقلق بشكل كبير جدا ينقص خلاص احنا تعبنا من كتر ما بنقول الحارس الكبير هو اللي بيشيل لا خلاص هو كمحش النوم معروف خلاص يا جماعة احنا نتكلم في حارس من مصر الاول اللي يقدر يجيب بطولة في السوبر جاب بطولة في امبارح جاب مباراة مهمة جدا من تلات نقط عمل كل حاجة في الملعب ومن وجهة نظري قالت لا كي ما تلع ان هو اللازم يبقى كان يبقى ما نظمتش ان خلاص انت بتتكلم في حارس هو جاب لك مطش في الشوت الاول طيب بس انا عايزة تكلم وان كان يعني المفروض ان احنا يتكلم فنيا اكتر بس انت اصرت نقطة يمكن انا محتاجة تكلم عليها لان احنا شفناها كمان في اكتر من مباراة مؤخرا احنا لسه بنبتدي الموسم واللعيبة ابتدت تتعب اه بتلعب كتير ولكن احنا بنعمل ايه عندنا مدرب احمال وعندنا مدرب احمال محترم وعندنا المفروض فترة اعداد ازاي اللعيبة تتعب بدري اوي كده احنا بس دماش اولا احنا عندنا تلحم مواسم بقى له كم سنة عشان كده احنا بنتكلم في موسم استثنائي بنظام دوري جديد هو اللي المفروض بس احنا قولنا كده على الموسم اللي فات برضو انه موسم استثنائي وتلحم المواسم لا انا قصدي ان النظام الجديد للدوري بان احنا خلاص بقى الدوري مع عبارة عن دور واحد وبعد كده هنعمل مجموعة تانية هو ده اللي المفروض هيعدل الموضوع شوية او هيزبط موضوع التلاحم فطبيعي تحديدا للنادي الاهلي ان نحصل تعب او اجهاد في بداية الموسم خاصة احنا لسه بنقول ان مباراة كلها مباراة كؤوس مباراة بطولات فهو ده كل لعب مطالب انه يبزل اقصى ما عنده وهو لسه زي ما قلنا ما وصلش للتوب فورم بتاعه فده طبيعي انا عايز اقولك احنا بنتكلم في اكتوبر توقف دولي نوفمبر توقف دولي ديسمبر هيبقى توقف دولي فاحنا اربع توقف وحد كمان في سبتمبر اللي فات كان فيه توقف دولي ضغط المباراة برضو لما اللعبة بتروح للمنتخب هي مطالبة احنا خلاص احنا عايزين يتقاهل كاس عالم عايزين يتقاهل كاس اومن فكلها برضو مباريات مهمة جدا ما فيهاش هزار فطبيعي ان ده يحصل في الاول دايما الدوري عشان كده ده لو هنقول نتكلم عن الزمالك في حاجة بسيطة جدا ان انا لها تعقيد بسيط ان الدوري دوري نفس طويل بطولة النفس طويل وده الناس كلها عارف حاجة زي كده فان انا مبدأ كزمالك الدوري وانا عندي نواص كتير وغيابات فدي مشكلة كبيرة جدا ولازم الزمالك يحاول يحلها في يناي احنا بنتكلم في النمواتش الجاي داخل بغيابات كبيرة سواء زيزو مش موجود سواء ناصر هيلحق ولا مش هيلحق سواء عودة اللعيبة اللي كانت مستبعدة فالموضوع فيه ازمة عندنا الزمالك على النقيد تماما في النادي الاهلي اه بعض اللعيبة ممكن مستوها بعيد شوية ولكن هو عنده قماشة اوسع بكتير لكن يعني انت بتقول ان كده مرسل كولر هو كلمة السر في المباراة لكن بالتأكيد كان هناك اخطاء فنية كتيرة ويعفيها سراميكا كيلو باترا ولم يدرك ان مرسل كولر قد يغير خططه في الشوط التاني ابرز هذه الاخطاء انا زي مقلت لك مفيش فريق في الدنيا هيعرف يعمل ضغط عالي عن الاهلي تسعين دي احنا بنتكلم في شوط مثالي لسراميكا كيلو باترا نجمه بلا منازع زلك عمل كل حاجة في الكور اسستات انفراضات مهارة تعب كتير اقرم توفيق ونحية الشبال دي كانت بتاعته مكتوبة باسمه في الشوط الاول تدخل ببساطة جديدة ان انت دلوقتي لعب على نقطة الضعف بتاعتنادي الاهلي يوسف ايمن بعيد تماما ظهير مساك اسف مش اللي هو او لسه يعني برضو مش عايزين نحكم عليه لسه محتاج ياخد فرصة اكتر زائد ان مارسل كولر قال في المؤتمر الصحفي ان هو ما تدربش مع الاهلي كتير خاصة انه كان عنده ارتجاج في مباراة السوبر مع الزمالك في الكورة اللي تصاب فيها ولكن ان النقص هو اللي خلانا ندفع به وده يرجعنا الفكرة ان انا لما مشيت محمد عبد المنع من نادي الاهلي انا كان لازم اوفر البديل اشرف داري موجود ولكن الاصابات كتير تشخيص الخطأ هو اللي قدى الى اصابته ولكن عشان نحسم الجدل اشرف داري هيرجع ولكن بعد فترة التوقف الدولي ده قرار انه ياخد راحته كاملة تماما عشان ما تتجددش اصابته اللي حصل انه لما رجع مع المنتخب المغرب تم تشخيصه بشكل خاطئ انه اصابته هتحتاج يومين ثلاثة او ثلاثة اربعة يام على الاقصى تقدير وهيقدر يشارك مع النادي الاهلي بكتير وده اللي فعلا حصل عشان كده لما نزل تجدد اصابته وتصابت لانه كان يحتاج بفترة اطراحة اطول فحسم الجدل مستر كولر قال انا خليه ياخد راحته تماما ويستعد بشكل كبير جدا وهستعين بخدماته بعد فترة التوقف الدولي خلينا نقول الشوت التاني كلمة سير لما مارسل كولر دفع بمحمد مجدي افشا اللعيب بقى عشرة البلايمكر طاهر كان غايب الشوت الاول كان بيحاول من بعيد لبعيد ولكن شفنا طاهر شخص تاني في الشوت التاني ليه لان جيل بلايمكر اللي بيقدر يصنعه اللي بيقدر يودي اللعيبة اللي بيقدر يديهم فرص اول كورة لسه الاهلي بيسنتر مجدي افشا استلم حط في مساحها لطاهر طاهر راح عمل الاوفر وسام سجل هدف التالي هي دي الفكرة انا مقدرش اقول افشا احسن ولا امام احسن لا كل لعب في مركز كل لعب عنده امكانيات وقدرات في حتة معينة امام مشتت بفكرة انا بلعب عشر يبقى انا بجزء الهجوم عندي اكتر بكتير لا انا بلعب رايت وينجر لا انا محتاج اجري على الخط واصنع لا طب تعالى في مركز 8 شفنا امام مبارح الشوت التاني ممكن افضل نسخة لامام بدأت تظهر في الشوت التاني مبارح انت بتفضل فكرة ان كل لعيب يلعب في مركزه لكن ان كولر يفضل يجرب ويحركهم بيماكسمايز المهاراتهم واعتقد ان ده بيثقلهم اكتر في المباراة يعني طبعا كل المباراة كبيرة ولكن في مباراة بنحتاج نجرب فيها بدل ما نجرب في مباراة فاينل ولا بدل ما نجرب في مباراة كاس اعتقد ان ده اوانه انه يجرب وخصوصا انه هو طالع مستريح من الشوت الاول بنتيجة مريحة جدا انا معاكي تماما هو زي ما قلتك في الاول في لعيبة امكانياتها بتطمع المدير الفان امام احنا من ايام كاس الامم لما شفنا رايد باك معاكيروش لما كان اتصاب اكرم جالو صليبي واستغلنا في مركز الزهير امام انا عايز احسن لو مش متدرب بقى ولو مش بيلعب في المباراة ما كناش هنعرف نعمل كده مليون في المية ولكن انا عندي اللي يقدر يلعب عشرة طب انا مش مضطر احطه عشرة وعندي لعيب خلاص احنا برضو زي ما قولك زهقنا من كتر ما بنقول افشا هينزل هيغير النتيجة وهيكسب الالي موضوع بسيط لكن انا امام انا اقدر استغله امام بيعرف يزيد كويس اوي بيعرف يخش جوة 18 كويس اوي مستو انه بياخدوا الكرة من تحت الادام ولكن بلايميكر بلايميكر عنده مصافات خاصة عنده رؤية اوسع بكتير يقدر يستلم تحت ضغط بشكل كويس اوي يقدر يلف عشان يشوف الملعب بانيه امام يقدر يعملها اه يقدر يعملها ولكن انا بدار على الكمال او احسن نسخة احسن نسخة ليه هي تمانين خلينا نروح للدولة الانجليزية محمد صلاح ابننا تقلق مبارح في مباراة ليفر بول مانوه دماش يعني توج بلقب رجل المباراة هدف مهم جدا جدا كلمنا عن تقلق صلاح ويعني الموسم الجديد اللي ظهر فيه بشكل اكثر تقلقا موضوع ببساطة جديدة هو اسبوع حافل للمصرين في اوروبا ولكن تحديدا عن صلاح خلاص احنا بقينا نستنى كل مباراة لصلاح افتح القوس عد الارقام القياسية وقف القوس تاني وهو بيلعب بنفس الطريقة وبيجيب نفس الجون ومحدش بيتعلم ده سر برضو فرعوني غريب جدا ده حقيقي ولكن هو صلاح معليق لا اهم لعيبة العالم الفكرة في الاستمرارية ايه انا مقس لعيب من موسمين انا بتكلم من 16-17 الى الان انا دائما في توب سكور اعلى الهدفين انا كده كده موجود انا كده كده ليا بصمتي انا احسن لعيب في ليفر بول المسلم الاستمرارية دي حاجة مهمة جدا صحيح احنا بنتكلم 164 هدف في الدورة الانجليزية في البريمير ليج انفرض في المركز الثامن هدفي تاريخيين لبريمير ليج تخطى روبي فاولا هو كان متساوي معها تخطى فرق 11 هدف عن الاسطورة تيري هنري ويبقى في المركز السابع صلاح احنا بنتكلم ارقام كبيرة جدا 132 هدف في 132 مباراة آسف في 132 مساهمة تهدفية في 132 مباراة في البريمير ليج او على ملعب الانفلد احنا بنتكلم في ارقام اعجازية صلاح عمال بيحققها وخلاص يعني احنا بنتكلم الفرعون المصري يحكم باحكامه في ليفر بول بكل الاشكال ويجيب الجوم بنفس الطريقة ومحدش ياخد باله با هو خلاص اوه صلاح فايق ليفر بول فايق والكلام ده مش جديد صلاح مش فايق ليفر بول بتلاقي مش احسن نسخة لي هالفكرة في ان انا لعيب اقدر من ربع فرصة اقدر اجيب مكسب اجيب مباراة مهمة جدا في ليلة سقوط القبار سواء ارسنل او سيتي مبارا ليفر بول بيرجع بعد ما كان متأخر في النتيجة ويكون صلاح هو اللي ماضي على التلات نقط المهمين اللي بيرجع ليفر بول لصدارة البريمير ليج مباراة كمان مرموش حصد مان اوف دماتش بعد فوز فريق وقلنا بقى مباركة مش ازاي مرموش هو كلمة سر في فرانكفورت للموسم الحالي ولكن برضو بيدينا ريحة صلاح وهو ايام زمان الله وبدأنا بدأ يكتب ارقام جديدة مباراة مرموش سجل الهدف العاشر له في الدورة الالمانية عشان يكون اول لاعب في تاريخ انتراخت فرانكفورت يسجل عشر اهداف في تسع مباريات بس خلينا كمان نقول ان مرموش ساهم في 16 هدف في الدورة الالمانية من 23 هدف الفريق يسجله احنا بنتكلم اللي عد منه سبع اهداف بس منهم اربع مبارح هو ساهم في ثلاثة بس في اربع ما ساهمش فيه احنا بنتكلم ان مرموش جاي وبقوة نتمنى نشوفه في دوري اقوى او فريق اكبر كلم كتير كان ربطه بليفر بول ولكن سكاي سبورت المانيا مبارح يمكن حسمت الجدل نوعا ما ان ما بقاش دوله من حساباتهم ومش هي مش هيتم التواصل معاه وتقدم له عقد ولكن احنا فرحانين بوجود الثلاثة وكمان محمد عبد المنعم اللي قدم محمد عبد المنعم في نيس بنحط جنبه عمر مرموش في الدوري الالماني بنحط جنبه محمد صلاح في الدوري الانجليزي ثلاثة مصر يتقلق في القرى الاوروبية بالتأكيد المصريين عاملين فرق كبير جدا فيه كل البطولات الاوروبية لكرة القدم شكرا للعزيزي الكلاوي شكرا جزيلا